السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخباركم ايه الا اخبار عمليين ايه ان شاء الله النهاردة هنتكلم على تطبيق عملي على البيم احنا اتكلمنا بكده على البيم وقالنا انه هو Building Information Modeling والنهاردة هنبدأ نخش في التطبيق عملي هنمسك برنامج من برامج البيم وهو الريفت فلازم نقوم التفقين ان البيم هو التكنولوجيا او الفلسفة بينما الريفت ده برنامج من البرامج اللي بتعمل التكنولوجيا دي تمام طيب التكنولوجيا البيم بتعمل ايه تم فيه تعريف كويس من شوية جميل جدا باشونسان كان بيقول ادارة معلومات البناء بحيث يتم تسهيل ادارة الممنى وتقليل اخطاء اسناء الانشاء ده تعريف اللي حلو البيم وفيه تعريف برده وشانس محمد سيروجي البناء هو عملية نمزاجة ودارة بيانات المشروع خلال مدة تحت المشروع باستخدام البرامج سياسة الابعاد ارباع الابعاد مشكلة من اجل زيادة كفاءة المشروع خلال محاق تصميم والبناء ويتم نستخدامه قم اصدر معلومات عند اتخاذ القرارات خلال دور تحت المشروع فاي برنامج هيعمل الموضوع دوت يبقى ده من برامج البناء لو انت استخدمت اي برنامج ومعملكش الموضوع دوت لسبب ان البرنامج نفسه وش كده او سبب اخر ان الاستخدام الخطئ للسوفتوير فده مبقاش بن يعني ممكن واحد يستخدم برنامج زي برنامج ريفية خطأ يعني بدل مسلا لما يرسم هيطة يرسم مودلينج او بدل ما يرسم عمود رسمها على هيطة فهي شكلا كويس وانما تعمل رندر كويس بس لما اجي اعمل حصر او اعمل كلاش او اعمل اي حاجات دي هيديدي المعلومات خطيئة فده مبقاش بم شغل بم ان انا اطلع معلومات المزبوطة النهار ده هلنده هنتكلم من البداية خالص ايه هو الريفك ايه هو البيم فهتلاقي الموضوع ان شاء الله بس فالص طيب البرنامج ازاي يعرف ان هو من برامج البيم في بعض الحاجات لو قدر اعملها يبدأ برامج من برامج البيم اول حاجة طبعا ان هو يكون متخصص في مجال البناء لان كلمة بلدنج فلازم يكون متخصص في مجال البناء ما نفعش اجي على برنامج ببرنامج عام وقول ان هو هيبقى بني لازم ان هو يقدر لما قوله رسم لي حيطة رسم لي حيطة ما فيش كل الامر اللي عنده ان هو يرسم كتلة ويرسم كذا لأ يبقى عنده امكانية ان هو يرسم حيطة ويرسم عمود يرسم كيبرت ري يرسم ضغط تكيف وكذا طيب ايه تاني ان انا لو خد سكشن في اي مكان يعمل لي السكشن دوه ما اضطرش ان انا قعد ارسمه مانيوال يعني لو احنا في الاتوكاد وفي حد رسم بلان وعايز اخد سكشن فيه احنا قلنا من قلنا خمسة ساعات تمام؟ لا هنا عايزة في البنم لما دود سكشن يجيب لي الحاجة اوتوماتيك لماذا؟ لان هو ما بيش بيرسم خطوطه وبيرسم حاجات في السري دي فلو انا عندي حتة التورطة مثلا وقطعتها بيجيب لي التوقع بتاعت التورطة او لو عندك مكرونة بشامل مثلا بتقطعها هتلاقي القطاعات بتاعتها مش لسه هتبدأ تتكون لا هي هتتكون تمام؟ فلازم يكون في الموضوع تات لو انا قلت له عمل لي حصر يجيب لي حصر عطول ما دي من مازال بيم لو البرنامج ما بيعمل ليش حصر اوتوماتيك وبياخد منه وقت لو انا قلت له اوجد للك كلاشات يوجد هالي تمام؟ يعني قلت له فين كلاشات في المشروع هيبدأ ايجاب للك كلاشات كلها في المشروع النهاردة في المحاضرة هنبدأ بداية بسطة خالص هنتكلم عن وجهة البرنامج وهو البرنامج ولو اي حد عنده اي سؤال هنحاول لنا ان شاء الله نتعرض لي ونحاول نحل له مع بعض فما حدش يقوله خلص يعني النهاردة مش هندخل نتعمل في حاجة او ناخد مشوعة من الاول الاخرى حاجات دي لأ الفكرة بس ان احنا ايه بنخسر رهبة لان كتير من الناس ما اشتغلت شاسع ريبت فهنقول لهم ايه هو برنامج الريبت هل في برامج تاني غرى ريبت ايه وفي برامج تعمل نفس شغل الريبت اللي بتعمل موديلنج مثل برنامج الاركيكات وفي برامج بياخد شغل من الريبت ويضيف عليه بعض المزايا تبدأ تضيف عليه مثلا ان انا ابدأ اشوف شغل الزمن يعني في برنامج اسمه البرامج البرامج وبه برنامج اسمه الميسي بروجيك الاتنين بيعمل له جدول زمني طب انا ممكن احتاج الجدول زمن في ايه في البيم انا احتاج البيم بعمل للادارة المشروع فانا محتاج اعرف ايه اللي قابل ايه ايه الخطوات فانا ممكن اخذ المعلوم من البرومافيرا واربطها بالموديل ببرنامج مثلا زي برنامج النافس او برنامج سينكرو وابدأ اشوف المبنى وهو بيت بني وممكن ان شاء الله نعمل محاضرة خاصة للموضوع دوت وشارح الريفت وشارح البرومافيرا وشارح النافس كله على قناة بيم عربية مترتبة واحنا دورنا ان احنا اي حد وجه مشكل نبدأ نعمله الدعم ليها نبدأ نحاول نجاوب عليها اه نبضل معاكم حد ما تعمله مشروع اتنين والتلاتة بحيث ان انتو لما تخرجوا يبقى عندكم خرص عمل افضل ان شاء الله تعمل احنا نربط شغل بيم بالبرومافيرا وسعب بنعمل بقى ايه حاجة عكسية يعني اه البرومافيرا في معلومات معينة ممكن اعمل البرومافيرا عكسية بحيث ان المعلومة اللي عملتها تتعامل في البرومافيرا طيب ده برنامج اسمه برنامج الريفت هي اوتو ديسك اشترته وكان الاول بتسوف انت عايز تسطب ايه تسطب مثلا ريفت معماري او تسطب ريفت انشائي او تسطب ريفت مي بي اللي هو ميكانيكال الالكتريكال بلمنج او بايبينج فانت قبل ما تبدأ تشغل بتختار النسخة بعد كده اصبح التلاتة موجودين في نسخة واحدة يعني لما تنزل نسخة ريفت بتلاقي المعماري والانشائي والكهروميكانيكال فاصبح الموضوع اسهل ان اي جهاز اعط عليه هشتغل عليها على طول بش لازم اسأل ايه هي الح برنامج ريفت بيعمل حاجة قوية جدا زي ما هنشوف ان هو ممكن يعمللي موديلين كامل للمبنى ممكن يعمللي رندر حتى بيعمله والحاجات دي كلها بس ممكن في بعض الاوقات بيحتاج حاجة متخصصة اوي حاجة بيجوز عليها اوي فبيروح لحاجة تانية يعني لو انت بتعمل مسلا بتحليل انشائي السؤال اللي جاء على الموضوع تحليل انشائي الافضل اننا اروح لبرنامج زي الساب او الروبوت بتلاقي فيه امكانية افضل تمام بس لما بتروح هناك ما بتبدأش يمسديره لأ انت معك الموضل جاهز فبتخش على البرنامج وتبدأ تشغل تمام انا فاتح الشات لو ايه حدنا عنده يسأل ان شاء الله نقدر اه نجاب عليه طيب دي وجهة البرنامج اهيت هنا بنلاقي المشاريع اللي اتشغل عليها هنا بنلاقي الفاميلي طيب ايه المشاريع وايه الفاميلي في الاتوكاد كان كل حاجة بيبقالها ملف اوتوكاد خاص مياه يعني عندي ملف اوتوكاد لمعمار الدور الاول الجوز الخاص مثلا بيه الحمامات وحاجة زي كده عندي واحد تاني الدور بتاع الستراكشور طب انا ما عملت اتعديل في اي واحد فيه وما بيظهرش في الباقي وده اللي بيخلي اثناء الشغل الحقيقي فيه كلاشات كتيرة او فيه اللوح بيش مفهومة فبضطر ربعت RFI واقول له مثلا نرد عليه خلال عشرين يوم فالمشاريع كان بتطول قوي بتوعب السنين كمام كان مشروع ممكن ان اقول مثلا عشرين سنة بتاع ليه كل شوية فيه مشكلة فوقف الشغل حد ما نبعث RFI ان نشوف الاستشاري قصد ايه بالموضوع دوت وفيه اللوح كتيرة جدا انا مثلا افتقرت ان انا مثلا الشفط ده عايز اقبره كبرت الشفط في الدور الرابع وستقبره في الدور التالت ونزيت اقبره في اللوحة ت الميكانيكا فكان فيه لغبات كتير جدا فكان فيه مشكلة كبير جدا اصبح بقى عندي ايه في البيم ممكن يمعندي ملف واحد وفيه كل الادوار كل الدور الاول التالي التالت الرابع واحد كزا وفيه اه كل وفيه كل حاجة امتى بنتطر ان احنا نقسم الاتنين او تلاتة لما يكون حجم المشروع كبير فبتطر ان انا اقسم ده شوية وده شوية خلي مثلا المعماريب في ملف في الانشايا في ملف الميكانيكا في ملف وهكزا عساس ايه لا جهزة ممكن ما تستطيع نحملش المشروع كله بعلمات واحد تمام بس فكرة اصلا ان هو يبقى كله في ملف واحد دي حاجة كبير جدا الحصر نفسه في نفس الملف فلو انت عدلت في البلاد بيتعدل في حصر لو عدلت في حصر بتعدل في الباقي دي فكرة كلمة ريفت اصلا جاي من كلمة يعني يعيد تكوين نفسه بشكل متوفق اول ما تعدل في اي حتة يتعدل في الباقي زي ما نشوف مع بعض تمام طيب ايه فكرة الفاميلي حد هنا يشتغل اتوكد لو حد ما اشتغلش اتوكاد خالص يدوس بس ايه زيرو لو حد ما اشتغلش اتوكاد خالص يدوس زيرو طيب طيب في سؤال بقى هل انا محتاج لازم اكون عارف ومتكن الاتوكاد عشان اشتغل ريفت لا مش لازم طبعا كل ما بتعلم حاجة كل ما بتسهلك ان انت تعلم حاجة داني بس ممكن تعلم الاتوكاد من زيرو مغير ما يكون عارف اي حاجة في الاتوكاد ولا عمرك سميت عنه ولا اشتغلت عليه خلص تمام فبالشرط بس في الشغل حقيقي حتى لو انت كواس او في الاتوكاد وعايز تتعلم الاتوكاد هتلاقي الاتوكاد هيسهلك شوية حاجات يعني ساحات اللي واحد يجي لك اتوكاد فمضطر ان انت تفتح وتعمل زوم والحاجات دي كلها الاتوكاد في اوامر كتيرة جدا بس احنا في الشغل بتاعنا كل واحد بيلاقي ان هو بيستخدم مثلا ثلاثين اربعين اوامر تمام في الداف المتواصل يعني الا بقى هو واحد بقى كاد مانجر او بيحب يتعلم اوامر جديدة فممكن يخش بقى في المئات والاف الاوامير بس هو في المتواصل كده ان شاء الله بعث لكم برشامة كده الاوامر الاتوكاد المهمة واوامر ريفت المهمة ان شاء الله برشامة كده صغيرة فبس ايه الامر وبيعمل ايه فهتسهل لكم ان شاء الله طيب الفاميلي كان في حاجة زيها في الاتوكاد اسمها ايه اسمها البلوك بس البلوك حتى لو هو ثمرت حتى لو هو كذلك ما بيبقاش زي الفاميلي الفاميلي تبزكيها جدا يعني فيه مثلا الفاميلي للشباك لما تحطها في الباب هي اوتوماتيك تعمل لك اوبرنج في الحيطة واوتوماتيك تقدر عرف كل المعلومات اللي انا محتاجها لما اعمل سيلكت اللي الحاجة دي فبيتلاقي قوة جدا في موضوع الفاميلي طب ليه تسمت فاميلي انا عايز حد كده من الشباب اللي هو اشتغل ريفت يقول لي بس ايه ليه سموها فاميلي ليه ما سموش اي اسم تاني ليه الاسم العجيب يعني فاميلي على طول اسم العيلة او عائلة او كده ليه تسموها اسم فاميلي حد بقى من الشباب بيقول لنا ليه سمت فاميلي لما تعرف ليه سمت حاجة بالاسم ده بيسهل عيش شوي اي حد من الشباب كده يمايك او رايس هنده او كده طيب عشان الوقت لو حد عايز يجاوب يريد الفاميلي هي او بيقول لك ان هي زي العائلة كل عائلة بيبقى ليها صفة مشتركة يعني العائلة بتاعتك هتلاقي كلهم مثلا عنهم لونها سود مثلا هتلاقي كلهم شعرونهم لون سود مثلا او يعني بتلاقي في صفة مشتركة او بتلاقي في بعض الصفات تختلف عن بعض يعني انت وفق مثلا بيش نفس الطول او اللون العيم مثلا مختلف او كذا فدي بنفس الفكرة هتلاقي مثلا الاتنين دول زي بعض الاتنين دول اسكافولت تمام بس دي لها خصائص ودي لها خصائص فحتى الفاميلي لما بحطهم كلهم وتاخد من الكوبي كوبي كوبي في معنومات او مشتركة ومعنومات مختلفة حتى لو هم كلهم زي بعض يكفي ان هم الاتنين بش في نفس المكان يعني اكيد اللي بواب مش هتحط تلاتة اربعة ببواب في نفس المكان هتلاقي واحد هنا وواحد جنبيه فالاختلاف بتاع الاكس والواي او كده ده بيبقى من الخصائص المختلفة فمنلاقي في خصائص مشتركة لما بتتغير بتغير عند كله حاجات ستبت منهم يعني وفي حاجات تتبقى مختلفة كأنها عائلة احنا مثلا نقدر نقول ان انا عندي عائلة بتاعت الفاميلي بتاعت البواب وتحتها مثلا فيه ابواب بتبقى باب واحد وفي حاجات الباب يستحب وحاجات زيكا طيب خلينا نفتح كده مشروع ونبدأ نفكر بعض كده حاجة هنا من الموديل واقول له نيورك بيقول لي تمبليت يعني تمبليت انا عايز حد لو يعرف ايه تمبليت يتكلم لحد الشغل ليعرف تمبليت يقول ايه هو تمبليت بعد يزنوك انا عايز نستكلم معي حد يعطيه انا حد يسأل سؤال وهكذا طيب باشونس يا سامة قلنا هو تمبليت سلام عليكم هل ل Release ير متجاوس فيه كل الادوات اللي محتاجة والبعاب الجهزة حاجات متعرفة جهزة بالحاجات التانية له ليها مثلا الحاجات من استراوكشور المسلا يتقص بالحواعد من عندها المكبة مثلا ايه مثلا في البرمبنز مثلا ci نفعي يعني ايه الامر اللي ايه زغرة فوق ديت وتبقى حاجات تانية يعني تبقى حاجات من ساحل للشغل ربنا افتح عليك. الله يفتح عليك. الله يكرمك. تمام? طيب هو بيبقى عبارة عن ملف فاضي. ملف فاضي يعني ايه? مفهوش شغل. يعني انت مثلا هتفتح بشتلاقي في حوايت وباب وشبابك موجودة. بس لما تفتح وتيجي تبدأ تشتغل هتلاقي الاعدادات موجودة. يعني ايه? يعني خلينا نفتح واحد من غير تنبليت عشان نفق بيه هو التنبليت. احنا بنعرف الشيء بعكسه. تمام? طيب. عايزين ان يبقى تعريف جامع مانا يعني يقولك كده تعريف جامع مانا يعني ما هو الاسد الحيوان اللي يزهير. طيب انا هفتح دلوقتي من غير تنبليت خلص. وده غلط. لو انت بدأت من غير تنبليت هتاخد وقت كتير قوي وهتدعوة كتير قوي. بس اول حاجة حصلت. تمام? اول حاجة سألها لي. قال لي انت هتشغل امبريل ولا متريك. طيب لو انا عندي تنبليت هتسجل في كلمة متريك. فبشت قلنا سؤال دوت. بشكل الستيكشن هكون مزبطوا. عدد اللي دوار هكون مزبطة. كل الحاجات دي. يعني انا مش هرسم حاجة لان مشروع جال جديد فاكيد مفيش مشروع غير بالضبط. اكيد هبدأ ارسمه. بس هيسهل عليا ان انا ما عودش بقى ايه اه الاقي مسلا تيكست مش مزبوط. رسفاع تيكست مسلا انا عايزوا مسلا اثنين. الاقي تلاتة الاقي اربعة الاقي حاجة نقصة. كل ما دور على فهمي ملقيهاش. تمام? طيب. هتلاقي كده فيه حاجات كتير قوي. بص في هنا حاجات المفروب تتحط. اللي هي مسلا ان اللي مش موجودة. هتيجي تكتب حاجة هتلاقيه مش موجودة. هتقول لي مسلا ان عايزة. ممكن تساكل مش موجود. هو خط. مش هو ده اللي انت عايزه. فهتبزي البهد كبير قوي على ما تبدأ الشغل. فالافضل ان انا هبدأ بتمبليت. وافضل تمبليت ليك هو اخر تمبليت انت كنت تشغل عليه. خلينا اقول له كده ايه? نيو. واقول له انا عايز تمبليت مسلا هتلاقي عندك هتلاقي 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 حاجات خاصة زي ما انت عايز. تقدر تعمل تمبليت زي ما انت عايزت. التمبليت هو ان انت بتنسك الملف بتلغي منه كل الشغل. وتخلي بس الاعدادات. وتروح مسايفه. نعم? فسهل جدا ان انت تعمل تمبليت باسمك. طيب انا اقول له دلوقتي. هل معنى ان انا اخترت التمبليت. ان انا ما اضعش شغل انشائي. او شغل امي بي. لا تقدر. وتقدر تعدل فيه شوية حاجات بسيطة. لحد ما توصل للحاجة الثانية. يعني. الفرق من التمبليت والستركشور تمبليت. ان هنا في مثلا الفامل بتاعت الحواي هنا في الفاملية بتاعت اللي عمد الانشاء. فسهل ان انت تحملهم. سهل ان انت تفتح الملفين وتن المندز ده. تمام? طيب. لو انت تفاتح عشان انت تعمل مشروع اختار البروجيك. لو انت فاتح عشان تعدل في التمبليت ده. عشان لما تعمل مشروع بعد كده اختار البروجيك تبليت. انا ده اخترت البروجيك وتقول له اوكي. ما سألنيش انت هتشغل بقاني حاجة. وهتلاقي الموجودة جاهزة هي. الموجودة دي لما ترسم اي حاجة هتبدأ تظهر معك الحاجاتين. تمام? طيب. خلينا اظهر كده قيمة. القيمة دي مهمة جدا. لو انا عايز اظهرها بروح ل View User Interface. وقول له انا عايز البروجيك تبراوزر. ايه البروجيك تبراوزر? البروجيك تبراوزر دي من حاجة المهمة جدا. ليه بقى? هو عبارة عن ان انت تفتح كل المشروع بتاعك. يعني البروجيك تبراوزر ده بيغنيك عنين تفتح الويندز فولدر ايام الاتفاكد. وتفتح كتلاقي مثلا فولدر خاص بيه المعماري. كل ده خاص بالانشائي. كل ده تخش جوه تلاقي دور اول تاني التالت وتلاقي ملفات Excel حصر. كله موجود هنا. تمام? يعني ده Level One. ده Level Two. ده Sight. ده Sailing. ده Elevation. ده Legend. تمام? اللي انت ممكن تحطي مسلا الاختصارات وحاجات زي كده. The Schedule. ده الحصر. ده Sheet. اللي احنا طبعا مش نبعت له اللوحة من غير ما لكتب جنبية اسم الشركة واسم المشروع واسم الدور واسم اللوحة والحاجات دي كلها. فحنا بنعمل شيء ان نحط فيه المعمار دي كلها. دي الفامني. احنا قلنا نلاقيها عصر زي. تمام? فالبروجيكت بروزر من اهم المزايا اللي انت هتلاقيها وانت شغل في البيمي. تمام? خلي بالك هنقرر تالي. الرفت بش هو البيمي. هو الرفت من ضمن البرامج اللي بتساعدني ان انا اعمل شغل ببيمي. بس هل في برامج تانية? اه. هل في البرامج تانية ممكن تكون اقوى? اه. تمام? بس هو الاشهر. فعشان كده اخترناه يعني الاغلب الشركات هي شغلة بي فعشان كده احنا ايه اخترنا ان احنا نبدأ شغل بي. طيب. خلينا نبص كده سريعا على الكوايب اللي فوق. وهنشوفهم في يدوم كده اي واحدة واحدة. عند حاجة اسمها. اللي هو ايه? اللي هو المعمار. اي حاجة معماري انت تعاوزها هتلاقي هنا. طيب الستروكشور هتلاقي حاجات الستروكشور. تمام? هتلاقي تقدر ترسم بيم تراص. تقدر ترسم بيم سيستم كونيكشن. تقدر تعمل تسيح بتاعك. فونديشن زي ما انت عايز. الحاجات الخاصة بالستيل هي قصة برضو بالستروكشور. السيستم ده اللي هو الميكانيكا والبلومنج والكهرباء. ولو انت تعلمت ترسم اي حاجة هتلاقي البيئة كله بسهل. للموم ان انت خلاص. دماغ باقي تفهمة فكرة الشغل على البرنامج عاملة ازاي. تمام? طيب. هنكمل القائمة ده. بس خلينا نبدأ بي. عشان شوف فكرة الشغل بيتعملها ازاي. سواء انت هترسم هول سواء انت هترسم حاجات دي. طيب. دلوقتي لو انا عايز ارسم هول هكي هول. قلت له هول وهبدأ ارسم هول انت ممكن ترسم خط ترسم هول. ممكن ترسمه على هية مثلا زي مستطيع. طيب انا هرسم هول خط واحد. بيقول انت عايز ارتفاعه يبقى كامل. انا اقول له خليه لحد الدور التاني. تمام? اه. طيب. وممكن اقول له انا عايز ارسم حاجة مسلا على شكل بالشكل بالشكل دوت. طيب. احنا كده نسمى الخطين دول. دول خطين لأ مش خطين. ده دي حيطة. ابي ايه الفرق بينها وبين لما برسم بالانظمة التانية. لما تعمل السلكت هنا. بيجيب لك الدي حيطة. تدخل تلافي بيقول له بقى ده. في حاجة اسمها الـ U-Value. ده في حاجة اسمها الماتيريا بتحتك الـ A. هتلاقي في حاجات خاصة به. الانالاتك. حاجات خاصة بتصميم. يعني حاجات خاصة به. الحاجات دي كلها. هتفيدك لو انت بتعمل حسابات للتكييف او حسابات للحرارة او الحاجات دي كلها. فهتاخد الموديل من هنا توديه على البرامج دي. هتلاقي فاهم كل حاجة. مش بيقول لك ايه ده. انا مش همق الخطوط. ده اولا. ثانيا. لو انت رحت على البيت الصغير دوت. شايف البيت اللي فوق دوت. دوست عليه. هتلاقي كل حاجة موجودة 3D. احنا مكناش بنرسم 2D. حتى لو انت واقف في 2D. وشايف 2D. لا. انت بترسم في 3D. طيب. لو انا جيت هنا. على البيت الصغير دوت. ولطلو. جوتو البيت الصغير دوت. هيبدأ يجيب لك البيت الصغير دوت. تمام. الواحد عند سؤال بس يقول لي او امرا سلام ده او انت في شات. تمام. طيب. انت الثانية اللي انا رسمتها ديت. انا رسمت 2D. و3D. ورسمت. ساكاشن ورسمت 3D. وكل حاجة برسمها باش مطرنا من عادة. يعني لو انا حطت حاجة مسلا حطت باب اهو. واحطت باب تاني هو. بس انا حطت باب ازاي? الويندو قوية اوتومنتك بتفتح اوبا نجي فيها. تمام? طيب. لو انا جيت هنا. وقلت له. جوتو البيتشان فيه. او الباب اهو. والباب اهو. وهي الشباك اهو. طيب. ركز معي. لو انا خدت الشباك ده وحطته هنا. تمام? ودخلت هنا في الليفل وان. خلاص باب اهو موجود هنا. تمام? الليفل يظهر معي في حاجة اسمها البيورينج. تمام? بس هو موجود هنا اهو. تمام? البيورينج دي اللي هي خط القطع. فلما ببقى فوقين ما ببقاش يظهر معي. بس هو موجود دلوقتي. اهو. الشباك اهو. الحاجة 3D. فلو انا مسلا معماري ورسمت من حاجة الشغل بتاعي. وبعدته 2D للمهندس مثلا مثل الميكانيكا. تبقوني من خلال الخبرة حتى لو هو مهندس ممكن ما تفهمش هو عايز ايه. تمام? ممكن يكون حاجة غريبة شوية. ممكن يكون مسلا حاطر ساقفين فوق بعض. فانا بش فاهم ايه المقصود بالساقف ده. فانا بش فاهم الرموز اللي هو حتى يظهر. ما ما فهم شغل لما بيتنفذ. انما لما بعمل الشغل بتاعي بال3D وكلنا بنتبدأ نشوفه. فبنتخيلين المشروع ومتخيلين حجم الحاجة. وبنرسم الحاجة بالزبط. يعني. لو انت جاي ترسم مثلا كيبر تري مثلا. او جاي ترسم ضغط. انت بترسم 3D. يعني لو في ايه حاجة غلطة بيتبام معاك. تمام? قلينا نرسم كده. بس ده دي حاجة اسمها disability. يعني انت هترسم اللي انت عايز شوفه هو الميكانيكا ولا الاليكتريكال ولا كاسب. بتفرق في ايه بتفرق في الرويقة بتاعت الحاجة. هنبدأ نتكلم ليه ما ظهرتش. بس انت لما تروح لل3D. هتلاقي الحاجة موجودة هي. سنتدر تتخيل شكل الحاجة موجودة ازاي. وتبدأ تكتشف مسلا ان فيه هو البرنامج. لو بقيه هو الإوتوماتيك البرنامج لما بقي فيه الليش هنشوف الموضوع دابتي بتمه ازاي. بيبدأ تقول لي خلي بالك ان فيه كلاش في المكان الفلاني. فتبدأ مثلا تتشوف اوبنينج هنا تتشوف لو المشكلة ليش انفع اوبنينج فبدأ ادور على الحلول ليها وهكاسر. لما دي هنا برضو في اركتكتشر. خلينا نقش هنا في level1. هتلاقي الموضوع بيطيك اميكانت حلو قوي و بيسهل عليك في شغل. و بسهل عليك ان انت تدهي في المعلمات. طيب خلينا نرجع ده بدل ما هو مكاني كنت نتقل ليه Articure وكي حاجة اسمه ال VV ال VV ده زي الليرات اللي موجودة في الفوتوشوب والليرات اللي موجودة في اللي تكاد ان انت ممكن تخفيه لير معين يعني مسلا ممكن تيجي كده على لير اللي هي اسمه وولد وتقول له اعمل اخفاء فالولد كله اختفت وتبقالي اللي هي الواب تمام؟ نحن فتقدر تقول له VV تاني وتقول له انا عايز الولد تبدأ تزار معين ممكن تقول له انا عايز الولد دي تبقى كلها بلون كزا او انا عايزها بها فتون تبقى خفيفة شوية فتقدر تحكم في شكل الحاجة هتظهر معك ازاي طيب في اي حد عنده اي اسئلة؟ في اي حد عنده اسئلة او اي حد عايز ديف حاجة؟ هوكي تمام طيب مسلا خلينا نعمل قودة كده صغيرة هنعمل روم دلوقتي هتشوف فايدة البمي بقى لما نعمل روم انا اخترته وله هوت وقلت له اعمل لي غرفة بشكل توت ديرو ميز غيره تمام؟ وممكن تقول له بقى انا عايز اخلي الحطة دي تكمل مع دي ويعملوا روم مختلفة فهاجي هنا من مودفواي واقول له انا عايز اعمل مسلا ايه؟ ترمي من هنا الهنا ومن هنا الهنا اخلي الحاجة بشكل دولي طيب عايزين نبدأ نحط بعض الابباب كده سريعا دور هاي هاي وممكن تحط مثلا شبابك وممكن تحط مثلا فلور مثلا عايزين نحط فلور لو انت عايز تعمل فلور ليهم كلهم فهتقول له انا عايز ارسين فلور وتبدأ مثلا ممكن تستخدم الادا دي الادا دي معناه ايه؟ مجرد نعمل بيك على الوول هيبدأ يعمل لي الحدود بتاعت الفلور وديميزيتها لو انا غيرت في الحوايت هي اوتباتك يغير في الفلور دي على الخطوط لو انا مدخل لها اوتوكات وانشوف ازاي ندخل اوتوكات بيك لاين تك 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 هاي خلاص ولي طيب على الوول اهي؟ اقول له اوكي خلاني نشوف هكلمتها في سريدي ام تمام بشكل دوت هتلاقي هي البواب والشبابيك وكل حاجة موجودة تمام؟ ده التيم ديور طيب قلنا ندخل هنا في لفل وان طيب هاجي اقول له هنا انا عايز حاجة اسمها روم يعني روم بيبدأ يدفلي الروم هي روم 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 دي بقى تقدر تسميها بقى تقول له مثلا دي مثلا الروم ديت تقدر تسميها مثلا الاستقبال تمام؟ تقدر تسمي الغرفة دي مثلا غرفة الفراني دي اي اكتر حط ديوف مثلا ودي مثلا غرفة النوم في حد عندك تراح لغة اسم غرفة غرفة العسل ممكن نعمل غرفة بساً من غرفة العسل ممكن الكلام برضو ازاي البيم ممكن يفيد في تقليل انتقال العدوى يعني هنوصل لها تمام الستراكشور بتلاقي عندك مثلا انترسم بيم الانترسم كولوم تبدأ تختار شكل العمود اللي انت عايزه فيه فاملي افتيرة موجودة تقدر تختار تقول له انا عايز اي فاملي معينة يبدأ اجي لك طيب هتقدر تختار مثلا عمود معين وتبدأ تحطه مثلا في الركن هنا مثلا بتقول له مثلا عايزها في الهاي اه طيب 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 الاسيستم مثلا لو انت عايز ترسم ضغطة ترسم تكييف ترسم سحة الحاجات دي كله وزي ما قلت لك احنا شرحنا بالتفصيل الموضوع الحاجات ديه فالفريط عنوانصور برضو هيتعامل وكا اي مشاكل هيدخل ليحل معينة وكده طيب اللي بعد كده قيمة insert اه ده عمود ستيف طيب انت اللي عايز عمود عادي خلينا نشوف لو احنا عايزين حاجة مش موجودة في قلب التنبلت ليه مش موجودة في قلب التنبلت لان هفتحين تنبلت معماري فما فوش الحاجات ديه طيب هقول له كولوم وهقول له لود فاملي واروح محمل بقى العمود تمام بس خلي بقى احنا احنا اختارنا من الكلوم ده عمود انشائي يمان انت تختار عمود انشائي اللي عايز عمود معماري هوريك الطريق تاعت واعمل المحازات لشكل دونت هل في امكانية ان اسم الغرفة بتحط هو بيحط الغرف اسم الغرفة تلقائي روم كذا هو ما يعرفش هو يسمي شوف اخر رقم يعمل عليه بس هو اصلا مش هيقدر يستنتج ان انت عايز تسمي غرفة النوم او غرفة العزة او الاستقبال لا مش هيقدر مش هيقدر يستنتجها لازم انت تتهي له طيب لو انا عايز يحط عمود معماري هبيجي هنا وتقول له كولوم انا عايز اركتكتر كولوم هتلاقي في عمود معماري هاو طب لو انا عايز اعمل لود فاملي بقول له لود فاملي وراح ارايح ليه التنبلت بتاعي وراح اقل له انا عايز كلهم هتلاقي عمدة كتير تقدر تختار منها. غالبا العمدة المعماري بقى فيها حاجات شكلها كده اي شيك شوية. ممكن تلاقي عمود فرعوني ممكن تلاقي عمود غريكة. تبدأ تختار وتقول له اوكي وتبدأ تحط العمود زي ما انت عايز. ده شكل بس. تمام? لما تروح في هتلاقي العمود هو موجودة هوت. العمود الانشاية موجود. العمود الانشاية محصلت من الارتفاع بلفين خمسمية. ممكن نقول له لأ خليه لحد الدور الثاني زيو. لبا كده هيبدأ من الدور الاولاني لحد الدور الثاني. تمام طيب. كمامة انسرت بتلاقي فيها انت تعمل انسرت للوحة كاد. للوحة لصورة للبوينت كلاود ده اللي هو لو انت في موقع وحد جاب جهاز لصرف كان ومش في المكان. فبيبدأ اخذ صور متين. طيب خلينا مسلا نقول له ايه. احنا في الوان. وعايز لنك كده. طيب. انا محتفظ كده في بعض الامثلة. في الدي. في البيم. طيب ده مسلا مشروع. تمام طيب. هقول له مسلا انا عايزه اه. هنا بقول له عايزه في البيوتة بس ولا تظهر في كله مفيش مشكلة. الكلر هل انت عايز نفس الالوان ولا تحكيسها. لان الخلفية لاناك سودة. وهنا الخلفية بيضة. ولا عايز اللي راكولها تبقى black and white. هل انت عايزه في كل الليارات قول ولا فيسبول. اللي راكول اللي معملها قول نبسة في الاتكاد. ولا سيجيبها القايمة تختار منها الحاجات التي انت عايز تظهرها. عايزها بالمتر ولا بالفيت ولا 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 ولا. طيب البوزيشن بتاعك. انا شخصيا بفضله. تبقى ما تبقاش مضبوطة قوي. وشير دي كوردنيت دي من سيادامة لما يكون عندي مشروع كبير فيه اخطر من بمبنى. فبزهر بكل واحد فيهم على مكان معين. فانا مفضل اول تاني واحد. طيب هتحطه في اني لفل هتلاقي لفل وان خلاص اوكي. طيب هقول له اوكي. جاب للكايمة دي ليه? عشان اخترت عشان ما 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 طروش كل اللي يارطك. قطرو عايز نختار فتقدر تشيل اللي يارطة اللي انت بش عايزها. ده قلت له اوكي. تمام. طيب اهي. ده موجودة هيت. طيب لو انا عايز بقى امشي على الحواية ديت. طيب لو انت عايز تمشي على الحواية دي. انت وقت تقول له architecture وقول ده طريقة الشور اللي حنشغل بيها تمام بس طبعا ايه بيبقى في عند نوت 00 فانا مسلا نوت 00 دي مسلا هنا هاجه اعمل له موف هيرفض ليه حد يقدر يقول لي هيرفض ليه الناس اللي معنا لو انا قلت له انقله من مكان لمكان هيبدأ يرفض وش هينقله ليه كانت موف بند المنف ده معمول له بند كانت جبت دبوس ودربسته فلازم تجي هنا وتقول له ايه ام بند وبعد كانت تقول له موف وبعد كانت اختار مسلا ده البزمت فلور طب انا عايز مسلا تحادي جاوب عشاد ان شاء الله يكون الجابة سليما من الجروند هنا تمام طيب مفرد ان انت حطيتها في 00 مظبوط لو انت عايز تظهر 00 تاعم المشروع هتخش على VV هتخش على السايت تمام وهتلاقي حاجة اسمها تتعلم على صح ايه دي نوت 00 بتاعتك اللي انت مفروض هتبني عليها تمام يعني مفروض 00 حط شغل بتاعك هنا وتبدأ تبني عليها انا مسلا مفرد ان انا حطيت الحاجة هنا وعندي الممنة هوت طيب انا عايز بقى ابدأ ارسم الحطة دي سمكات دي ايه دي اي اهي 200 فانا عايز ارسم حطة 200 هنا هقول له ول وهقول له انا عايز حطة تكون 200 طيب وهقول له انا عايز ابدأ ارسم طيب لما قلت له عايز ارسم ان انت عايز ترسم من نص الحطة ولا من يمين ولا من الشمال ولا كذا طيب هقول له مثلا من الفينش فيس اللي هو الاكستيريور وهبدأ ارسم اهوات وبعد كده تبدأ تحط البواب بتاحتك والحاجة تاحتك زي ما انت عايزي اه طب لما اجي ارسم حاجة زي كده يعني مفروض بقى ترسم بقى قوس وتقول له دي اول نقطة ودي تاني نقطة مسلا اهي وتبدأ بقى ترسم بقى بالشكل دوت هتيجي معك بس هتاخد وقت واحنا عايزين نوفر الوقت اهام هتيجي معك بمظبوط يعني مفراش مشكلة بس عندي اتاة تانية اسمها بيك لاين بيك لاين يعني ايه مجرد ان انا اعمل سيلي هو يبدأ ارسم لي الحطة مجرد ان انا دست كده بشكل دوت وده طبعا بيخلي الحاجة اقصر ضبقة وافضل وكده فانا بحب استخدم بيك لاين ما بحبش ان انا ارسم حاجة اهي تبدأ بقى تقول له ايه انت بس تتحدث هترسم جوه ولا برا وخلاص ايه. لو جد في سري دي هتلاقي الحيطة اللي انت لسمتها. عن طاقة اللي ايه دي هتلاقي كلها بترسم بسهولة وممكن حتى في سري دي نيجي نعمل اول ونقول له بيك لاين. ونبدأ نرسم الحاجة اللي احنا عايزين. مش هكده كل ما هدوس على الحاجة هتعملها. تمام? طيب. مفروض ان دي دي معناها ان فيه حيطة بس احنا حفاحتين فيها تمام? فانت الحيطة دي مبسوط تكمل. ممكن تكمل ازاي? ممكن نقول له دي دي. اللي دي يبدأوا يعملوا مع بعض. عايز تعمل بقى اللي هنا بسيطة. لها طرق كتيرة جدا. ابسطها ان انا ممكن اجل هنا واقول له انا عايز اعمل في الول وتختار الحيطة وتبدأ تحدد المقاس بتاع الول اللي انت عايفه. مسلا حاجم الول بتاع الفتحة ايه. اعم? فعمل لك كده الحيطة مزبوط وفوق اهيت والأوبنينج موجودة. ايوا في اتنين جاوب ومزبوط. مش منس عبدالله وباشواندس اسامة. قال لك معمول لها بيننا لما في سيطة. تمام? مزبوط. تمام? فانت ممكن ترس تاخد اللوحة وتبدأ ترسم عليها. طيب السؤال بقى هل ياريت لو حد عايز شغل مايك ويجاو بتاع كده عشان نصح سعمى بقى. هل لازم الشغل يكون موجود اوتوكات عشان ابدأ ريفت? ولا لا? تمام? يعني هل الشغل لازم يكون موجود اوتوكات عشان ابدأ شغل ريفت? ولا ينفع ان انا ابدأ اعمل الشغل بتاعي على ريفت? ايه حد يجاوك مشاهد مشكورا. اه ينفع. ينفع ان انا ابدأ شغل اه الشغل ريفت من غير مايكون مع اوتوكات. ولو معي اوتوكات ينفع ان انا اشغل ريفت. طب. الاتنين ينفع. الاتنين مزبوط. تماما. اه لو انا عندي اللوح واخد ابروفل او اللوح موجودة اوتوكات فانا لازم اخدها وابدأ اشغل عليها. ليه لازم? لان هي واخد ابروفل. فما ينفعش ان انا بعد اخدت ابروفل. لو اتعبت اخدت ابروفل. اروح اقول له انا عندي تصميم جديد وابعط له حاجات مختلفة. وكزا. اه بالتعود هتلاقي ان الاسهل ان انا ابدأ ريفت. الاسهل ان انا ابدأ ريفت. ينفع من ريفت لكاد لو انا خلاص الشغل بتاعي وعايز اصدر الشغل بتاعي من ريفت للي اوتوكاد ومفيش اي مشكلة خلص. تمام? لو انا عايز اصدر مشرفها كل هقول له فايل. وبعد كده اقول له اكسبورت. كاد فورمات وقول له دي دابلو جي. وتقدر تعلم على كل الواحد اوتوكاد مرة واحدة. تعلم عليهم كلهم مرة واحدة وتعمل لهم اكسبورت. كل الفيوهات كل الاليفيشن كل الفرور في خطوة واحدة. تمام? طيب. فحنا نتكلم عن مقامة اركتكتشور. نحن نتكلم سريعا نظر عام على البرنامج عشان نكسر الرهبة بتاعت الناس. ونشوف المزايا ونجواب على الاسئلة. وان شاء الله يبقى فيه فيديو مشروع كامل من اقول الاخره. لمعمارة والانشاية وكهرامكانكين عشان الناس تتعود عليه. والناس تبدأ تطبق المشروع المطوب منها. ولو اي حتى عنده اي مشكلة ان شاء الله. يبقى فيه دعم سريع يعني اي مشكلة موجودة. وبحيث يبقى لناس ايه اه اه ما تقربش حاجة قدامها وهو بتحول تطبق. طيب. لما يقول له انسيرت ممكن تعمل انسيرت الكاد لفايل صورة لأي حاجة ما حاجات ديه. طيب قائمة انوتيت. قائمة انوتيت بتديني ايه? قائمة انوتيت بتديني ان انا اقلنا مثلا ديمنشن. طيب. يعني كنت اقول له كده انا عايز اقلنا ثانا من هين انا. الفامة في امر اخر بدل ما اقوله كده هقوله انا عايز انتر وول. يعني هاديك الول وانت ابدأ ارسم ارسمة مرة واحد. انتر وول هو خش here في lure質 انا بشرح بسرعة. ما ليش. فباشل Movement, اذا ل complexity يجب ان رجع و Superman يومs.اتiendと ارسمه مرة واحدة زالة افتخ Content Aaron band. ممكن تحمل الفيديوهات. ممكن واحد فيكو يحمل الفيديوهات كله على الجهاز ويتشاركوه مع بعض من خلال هارد او حاجات زي كده المهم ان الناس تطبق بديئة ستدوني احسن شرح في العالم مغير تطبيق مالوش لازمة انا اخذت كذا كورس في الماكس وكنت شغطر جدا فيه وحاجة كده بس لان انا مستعملش شغل بانسية فالحاجة لو انت متطبقتش هتنسيها طيب هنتكلم في الابنينج هنقول له عملي ديمينشن لما تقابل اي اوبنينج وهنتكلم بعد شوية ازاي تحط الجريد وزاي تحط ايه تشغل على اللي في لات تمام او قلتلو مجرد ان انا عمل سلفة على الحيثة دي مجرد كليك واحدة وصحبتها بدأ يرسم من هنا لهنا 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 واحد يقول لا انا مش عايز كده انا عايز اول حيثة اخيرة باش عايز من نص الحيثة اقول له حاطر من عناية الاتنين همسح دوت وهقول له انا عايز ارسم ديمينشن تاني والمرة ده هخش في الابشن وقول له انا عايزها من حدود بتاعتها وابدا اعمل كده هتلاقي ان هو عمال لهو كل ما هيلاها حاجة هيروح واخد من قبلها وبعدها فده هيديني معلومة ادكة مثلا النافذة بتبدأ منين وتنتهي منين طيب لو انا عملت سيليكت على الويندو دي عمال لي ايه عمال لي ديمينشن بس الديمينشن ده مؤقت لون دي دوس بره هيختفي طب لو انا عملت سيليكت وابتقول له لا سببت سيليكت سيبت وبدوس على العلامة دي سيبت كده طيب ده هنا اربعة تلاف ومتين وده خمس تلاف وانا عايزهم منين قد بعض يبقى اعمل سيليكت وقول له اكوال خليهم منين قد بعض فمجردنا عملت سيليكت ودوس بقى لتنين قد بعض تمام طيب بس مكتوبها اكوال انا مش عايز اكتبه اكوال انا عايز اكتبه للرقم فباجي هنا وبقول له ايه البلد فده بقى اقدي ده بالزبط اربعة تلاف وستمية اربعة تلاف وستمية تقدر تعمل سيليكت تقدر تدخل تعدل طب انا عايز اخلي لون الديمينشن ده لونه احمر مسلا ده طريقة ازاي اغير في الخصائص الفاملية هتسخل ادت طيب وتيجي هنا هتلاقي هنا الكلار بلاك ممكن تقول له خليه رد اوكي اوكي خلص اصبح رد تمام الكاد بقى فيه مشكلة انا شغلت كاد سنين كتيرة جدا قبل ما اخش الموضوع التكنولوجيا البيتما دخل التكنولوجيا البيتما تقريبا بقى ينهيه مما ازام يكفل على اسم موضوع التكنولوجيا البيتماد كامل اخطيص الموضوع الكاد كل حاجة مفاصلة يعني ما معنى ايه؟ يعني انا ممكن اعذلك في الوحة والبقى كله بشايفها. المعمار يمكن انهو يشتغل. والتكييف بشايفه و الانتراجير مشايفه والانتراجير بشايفه و الانتراجير معدل لوحده. وانت ممكن ابدأ في حاجة في الدر الاولينى و ينبع في الدر الثانى. ولما تجي تكتشف بكلش تريف حوالين نفسك ومتلا بقاش شاف حاج خالص يعني المضوع الكلاشات ده حاجة شبه ومستحيل في لوتكات تمام آآ آآ البيمة بفاتني كتير جدا في حاجة كترة وفي في زي كتابة نشغال في دلوقتي ان شاء الله هنسل لكو مجاني برضو بتكلم عليها المشاكل اللي وجهتني في مشاريع حقيقية وازاي حلتها من خلال البيم وازاي فعلا آآ عملي عملي بشكل عملي آآ آآ انقصني من مشاكل كتيرة يعني في مشاكل كتيرة كانت موجودة وكانت تاخد من الوقت كتير قوي وبالبيم حالتها في ثانية تمام طيب آآ ده مسلا موضوع الديمينشن شفت انت موضوع الديمينشن انت ترسم في الولدي هتوفر لك وقت كتير قوي آآ طيب طبعا عندنا رحاية كتير قوي في الديمينشن نسبة الليكيشن وكورتينيات وكده بس احنا ايه بنورك فكرة البرنامج وشارح عامل البرنامج واي حدا ايوك مشاكل هنه هنحلها ان شاء الله طيب عندي حاجة اسمها تاج اول تاج اول يعني ايه يعني تاج ده عبارة عن ايه باخد خاصية من خصائص الباب واكتبها هم يعني انت مسلا انا قولنا ان احنا هنعمل لك ايدي كده ورقة وتلزقها وتدخل بيها تمام هنكتفها ايه هنكتفها اسمك والوظيفة انت تشغل فيها واسم الشركة اللي انت بتمسيها تمام طيب لما قوله تاج باي كاتوري وتعمل سيلكت على الباب هيبدأ اديك معلومة معينة ايه ايا كان بقى رقب الباب الحاجات دي كلها تقدر تعدل في كل حاجة يعني مش معنى ان هو حطالك كده انها سابتة لا تقدر تدخل وتقول له ايدي اتفاميلي وتعدل ها زي انت عايزة تمام طيب ممكن تقول له تاج اول وتقول له انا عايز معلومات عن كل الابواب عن الول وعن الاروم وعن الوينتو وعن الدور 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 مصر ايه 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 كتاب لي كل المعلومات كلها بثانية تمام فوفر عليها وهي تستطيع اول بعدين انا عندي هنا الروم ديت ممكن تديها الوين تعلن بديها الوين بسريعا هقول له color for legend وابدأ احط كده واقول له انا عايزك تلوني من خلال الروم تمام من خلال الروم نيمو اوكي هيبقى اشوف الكل واحدة فيهم اهو بيعن الدول الاستقبال باللوندا الديوف باللوندا غرفة الفرام باللوندا غرفة الفرام باللوندا العزل الصحي باللوندا عشان كنا بنعملها بشكل متواضع في الاستقبال في الاتبار بياخد جاهدة دلوقتي خالص بقيت اوتوماتيك طب لو انا في اي لحزة من اللحزات خلت فيه غرفتين بنفس الاسم غرفة النوم خلتهاار凍 Bravoماتيك راح مديو هوم الل今日は غرفة النوم طبح? فالليشado هنا اوتوماتيك. ما فيش حاسبها. انا انسيت ان انا عدل لجند. انا عدلت في اللوحة. ومسيت اعدل في اللجند. لما يكون مشروع كبير في مما عندنا مثلا الف غرفة. الواحد ينسى. انما بالشكل ده. لا بتلاقي الموضوع كله اوتوماتيك. في جزء من الحاجات التكرارية الحاجات المملة. هو شالها عليك. وخليك انت تركز في ان انت توصل لتصميم افضل. انت تعمل افضل تصميم موضوع. طيب. التاج مش زي التكست. يعني مش بتكتب وخلاص. لا ده هو زكي. بمعنى ايه زكي? ان هو اوتوماتيك اول ما اتعدل خاصية تتعدل هنا اوتوماتيك. يعني بفرض مسلا ان انا كتب بتاع الباب. يبقى اوتوماتيك اول ما اعدل للباب. الصيز بتاعه يختلف. تمام? يعني لو انا مسلا قلت له. آآ تعال نلسك مسلا التكست دوت. قلت له ادي الفاميلي. تمام? وقلت له انا عايز احط مسلا الليبل معين. والليبل ده قلت له هو الويتس. وبعد كده حطيت الهاي. تمام? وقلت له مسلا نعمل بريك بينهم او حطي خط بينهم. وده هيبقى مسلا دابليو ده اتش. مسلا اوكي? بالشكل دوت. وقلت له انتو فاميلي. هايبقى يحطيلي المعلومات بتاع الباب. ده الويتس وده الهاي. طب لو انا غيرت المعلومات ديت. غيرت نوع الباب. اوتوماتيك الرقم اتغير. فانفيش حاسمها. انا غيرت اللي الحاجة بس نظرستها غير تيكست. ده الكلمة دي كنا سمحت كيرا اول. احنا شغلين في الويتوكات. لا هنا اوتوماتيك. اول ما بتغير معلومة. هيتغير تيكست نفسه. التيكست مرتد بالشغل. فانت لو عدلت ده هيتعدل دمعك على فوق. تمام? فالتاج من دمن المزايا الكوية جدا اللي نتمنى اني هشوفها في في الكاد. هي موجودة اصلا في الريفل. تمام? آآ وطبعا الكاد دلوقتي بيحاول ليسر شوية بس برضو هو متخصص هو ما بش هيعملوه لان هو اصلا الريفل بتاحهم. طيب انالسيس بتلاقي فيه حاجة كثيرة جدا انالسيس خاصة بال. بالستركشور هتلاقي حاجات خاصة بالتكييف هتلاقي حاجات خاصة بالالكتركل هتلاقي حاجات خاصة بالانيرجي. انا عرف ان انتم بتدرسطوا المادة تعال انيرجي. ازاي نعمل تحليل الطاقة مجرد ان انت رسمت الشكل ويبطلوا التحليل وتدوس الدرور واحد. تلاقي بدعلك يعمل لك التحليل. تلاقي بدعش يقول لك اه المبنى دوت در الحرارة تبقى كذا والحاجات كلها. طيب هناخد حاجة سريعة بس كده اللي هي اللي هي اللي سبيس. ايه اللي سبيس ده هي الغرفة بيديني اسم الغرفة ورقمها. معنوات بس خالص. انما اللي سبيس بيديني كل المعنوات اللي خاصة بيه اللي سبيس. وبيقول لي انا عايز فاملي خاصة بيه اللي سبيس. اقول لك حاجة حاجة غبية في الريفة بعد شون. اه. بس اولا بحط اللي سبيس. تمام? انا مش عايز اشغل دمامي بحاجة. غير المعلومات اللي انا بحطها في اللي سبيس. اول حاجة حاجات خاصة بالاليفتريكال باللايتينج. تمام? حاجات خاصة بيه اللوت باحمال تكييف. حاجات خاصة بالميكانيكال فلو. حاجات خاصة بيه الاناليسيس. البيو. كل حاجات دي شرحناها التفصيل في محاضرات طويلة لو اي حد مش قادر يصلها يقول لي وانا حاول لابعت له الفيديو اللي وقف قدامي. تمام? هي محاضرة سريعة جدا فنحاول نحن ندي نبزة عن كل حاجة بحيس الناس تبدأ ايه المجالية تفتح لهم ويبدأوا يشتغلوا بيديهم. ولما يشتغلوا بيديهم هتواجههم اسئلة لنبدأ ان احنا ايه نجاوب عليها. فاناليسيس دي من ضمن الحياة القوية جدا لما تتخلص شغل بتاعك بتبدأ تشوف. حاجات مثلا زي الباصف ترافل. باصف ترافل دي بش زي الاسم بتاعها. هو بيقول لك ايه لو حصل حريعة في المكان الفلاني هتمشي ازاي. يعني مسلا انا مسلا عندي. انا هنا مسلا. المكتب بتاعه هنا. تمام? عايزين نشوف المسار. المسار ده هيقضي ولا مش قضي. يتمشي من هنا. لحد ما تخرج بره المبنى. دراسة الموضوع هتبقى اكتر متى ثانية متر ولا مش اكتر متى ثانية متر. وحاجزة كده. فدي مسلا مهمة جدا للفاير سيفتي. الجزء بتاع الماسنجاند سايت بيفجل حاجتين. في حاجات خاصة بيه الماس. الماس دي عبارة ان انت ترسم كتل. اه في حد بيسان المعلومات السريعة عن السلائل الحاضر. طيب. طيب. هترسم كتل. الناس اللي هم عايزين يرسموا شكل غير منتظم زي الاشكال بتاعزوها حديد او الحاجات دي. ممكن نرسمها من هنا. يدخل على الماس ويبدأ يرسم الماس وبعد ما بيخلص الماس بيش بيرميها. ده بيبدأ يقول له ايه? حوالي الشكل دوت ليه وول وحوالولي الفلور وحوالي الحاجات خلينا نخش كده سريعا عليها. تمام? طيب. هاجي هنا ارسم حاجة سريعة. هو ويقول له وابدأ ارسم. ده هو كده رسم للشكل. مجرد رسمت حاجة وقلت له وراها في السري دي. طب بعد كده هممكن تجي ترسم مسلا الخط ده. تقول له خلولي مسلا بالشكل ده. الخط ده تقدر تجيبه مسلا بالشكل دوت. تقدر تحوالي الاقواص. تقدر تقسمه لدوار. تقدر تعمل كل الحاجات اللي انت عايزة. تمام? طيب. وبعد كده هو اوتوماتيك هيبدأ يضيف هنا فلور هنا فلور هنا للحاجات بتاعتك. طيب الرسالة دي بيقول لي ايه? بيقول لي خلي بالك ان ان انت آآ بقى كتير ما سيفتش فسيف شغلة تعمل. طريبا بيفكرني كل ديه تقريبا كل اللي مسلا نص يعني. طيب انا انا عملت كده. تمام? هيبدأ يضيف لي فلور في الاجزاء اللي اتقطع معي. يعني اعمل اللي فلور هو تقدر تعمل على دوت. وتبدأ تعرف المعلومات الفلور ده الاريا بتاعته ديه والسيفيس بتاعته ديه والفوليوم بتاعته ديه والحاجات دي كلها. وقدر دخل هنا على وقول له انا عايز ارسم والباي فيس. تمام? وابدأ احول الحاجة دي لول بالشكل دوت. تمام? وبرضو نفس الفكرة انت ممكن تيجي هنا وتقول له انا عايز ارسم مسلا فلور. تعمل مسلا على الفلور. يبدأ هو يحول لك الحاجة دي لفلور حقيقي. ممكن تقول له انا عايز روف يبدأ ارسم لك هو روف زي ما انت عايز. فالحاجة اللي انت بترسمها بتبقى بتتحقق على طول ايه. خلي باك احنا جنين هنا. وقلت له انا عايز اغير الشكل اللي احنا شايفينه بشدة. يوريني الحاجة قريبا لواقع. ممكن تقول له ريت ريس ديه بيبقى حاجة عاملة كأنه بتعمل الرندر. طيب. بعد ما شغلنا مابنج انت سايت هندخل على كولي بريت. دي من اهم من الحاجات اللي مفروض تتقال في مجال البيم او في مجال الريبي. يعبر عن ايه بقى كولي بريت? ازاي كزا واحد يشتغل على ملف. يعني لو انا شغال على الاتوكات واحد تاني يشتغل عليه. هيقول له آآ 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 في حد فتح الملف. فهتحه ريت انت تقدر تشوف الملف بس انتقدر شعرد عليه. تمام? انما هنا احنا كلنا ممكن نشتغل خمسة ستة في نفس الملف في نفس الوقت. وبذون ايه مشكلة خلص. ازاي بقول له حاجة اسمها الكوليبريت. هي المشكلة في ايه? المشكلة اللي احنا نشغلل مع بعض. وانا خدت الحطة دي مين? واحد تاني خدها شمال. طب هتمشي معنا ان واحد فينا. فهو بيقول لك ايه? كل عمصر هتحط هيبقى لي واحد بس اللي عندي صلاحية عدل عليها. ولو واحد تاني عايز يعدل عليها لازم يبعث له يقول له انا عايز اخطي الحاجة دي. فهديني الصلاحية. فبقول له خلاص انا كان من حق ان انا عدل في الحصة دي. بس هسيبها. هي قصة لذيذة يعني بس ايه? بقول له سيف الملف دوت. فأقول له سيفوله على البيس كتابل بس هيه. هي قصة لذيذة لما نتعود عليها بتلاقي جميلة جدا يعني. بنمدى نبعد ريكوستو لتاعة ممكن نعمل محاضرة خاصة لها او في فيديو لو حد عايز يفهم اكتر ويطبق مع زميله. يعني ريت المجموعة مثلا معمال ومشاو كهراموكانيكال او اي مجموعة يبدأوا يطبقوا موضوع كولبريت مع بعض. لما بيجي حد يشتغل في الشركة عندنا. انا ببعارف ان اغلب الناس خد الكورس وفيلمة الزيترسم حيطه بتاع. بس ما اشتغلش كولبريت. ما اشتغلش بفريق فده بيتعبني شوية. فمن دم الاسئلة اللي بيسألها في هل انت شغلت كولبريت? هل انت تفهم يعني ايه وركشت? هل تفهم مسلا يعني اه ابعت لك وتوافق عليه والحاجات دي كلها. لان هي موضوع بسيط يعني الشرح بتاع كله نصف ساعة ساعة بس اه مع الشغل مع الحاجات دي بتفرق جاملتي. تمام? طيب. قائمة دي اللي بتلاقي فيها اه الحاجات خاصة بيه الرؤية مسلا عايزش بحاجة سينلاين. اه تقيلة خفيفة. عايز اعمل كلاوت كلاوت يعني بتعمل كده. اه. وتقدر تقول له مسلا ده جزء معين عايز اعمل عليه تركيز. هبدأ احط التفاصيل بتاحته هنا. هبدأ احط الماتيريال المعلومات وهكذا. في عندي مسلا. اه. ده مسلا عساس ان انا فيه جزء معين. هقسم مشروب بتاعي الجزئين. اه فوق وتحت وهكذا. فبفدني ان انا انظم شغل بتاعي من خلال الاسكوب بوكس. تعم? قائمة منيج دي الاعدادات الخاصة بيه المشروع. مثلا البروجيكت الانفورميشن. بابدأ اكتب المعلومات اللي انا عايزة. الوبشيكت ستايل. الحاجات هتتبع باني لوانه للاشكال ديه. الموضوع البرج. موضوع ان انا انقل البروجيكت ستاندر. موضوع ان انا اغير اليونكت. كل الحاجات من هنا. تقريبا كل الحاجات اللي بتستعمل في التمبلات. تقريبا ساي في المئة منها موجود في قلب القدمة المانجد. حسنا؟ في حاجات برضو لذيذة زي مثلا الديزاين اوبشن. الدезاين اوبشن دي معناها ايه؟. ممكن انا كون بفكر في كذا تفكير ممكن مثلا ايه؟ طب انا عايزة عمليه مسلا غرفة الاسفال دية مسلا. ااااااا ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااة لونها كذا وعايزة خليها مثلا مترين في مترين في ثلاثة متر. فعندي كذا اختراح. فبدل ما عمل كذا ما نفل في لا في الديزان اوشن ممكن اخترح كذا اختراح. وفي الوقت خلص ادوس على ان اختراح فيه من اللي صح. لما بعد ما اتفق اشوق اورير المالك والمالك ووافق. وراح اقل له انا عايز الفكرة دي. فمضاء دزان اوشن دوت وشرحناه برضو. مفيش حاجة الحمد لله غير لما اشرحناها. من الحاجات اللي وفرت علينا وقت افتر جدا يعني بدل ما نعمل كذا ما الفيس دي لو انا هبدأ اشتغل المشروع على كذا مرة فابقول له مثلا اه عايز فيس تو ومسلا فيس سري وكذا. بحيث مثلا ان في جزء دوت هابدي جزء ده من المشروع وده جزء بعد كده بعدها مسلا بسنة. ده جزء اللي بعد كده. فممكن في اي لحظة اقول له انا عايز اشوف الفيس وان بس. عايز اشوف الفيس تو بس. عايز اشوف كل الحاجات اللي قبل الفيس وانه. فبا بيديني امكانية للرؤية بيبدي اقول لي ده هتشوفه كذا وده هتشوفه كذا وحاجات ده. تمام? خيب. الادنس هي دي الادوات غالبا لما بيصدتها بالريفت ما بيزهرش معاك غير مثلا الموديفاي ممكن يصدر لك استردنى طولز وكذا. انما الحاجات دي انا بيصدتابها عشان انا بحتاجها. تمام? في ادنس يتوفر علي الوقت. باية الحاجات مش هتلاقيها عند غير لو انت استردتها مخصوص. تمام? دي احنا بنستخدمها عشان دي فسالة المانجمينت. الناس اللي هم بتعطص الوات. ده بقديره الحاجات من خلال الملف ده. بفتح الملف ده. وصدر له الشغل بتاعه. فهو بياخد ملف فيه كل المعلومات اللي يقدر يشغل فيها في برامج البيم اس او انتسات المانجمينت. ده برنامج قوي جدا. بيعمل رندر بشكل قوي جدا وسريع ومؤثرات رهيبة والبنامج مجاني. فانصح الناس كلها انها تستطابه حتده جدد. الري ده برضه من برامج ال الوريندر القوي جدا. والسهلة في الاسخدام. وهو كان مشهور انه مجود في مجود في سريدي ماكس وبس مجود الوقت في الريفت والاسخدام مقابلة. القوامت مدفايت كلها قوي سهلة جدا. الناس اللي اشتررت هتلاقيها كلها عرفها. طيب. أنا هاخد بريك كده خمس دي. أسمع أسئلة تعيبك. مش بريك يعني أنا روح. لا. هسمع لو حد عنده أسئل عنده حاجة. نبدأ نشوفه. فأي حد عايز يسأل أي حاجة. حسنا. طيب. لو حد عنده أسئلة هي استفسار. يعني خوج صغير ونتكلم مع بعض عادي. يعني. طيب. في حد يسأل إزاي نعمل. التنبلت عبارة عن إيه؟ ملف. فوضي في الإعدادات. فأنا هدفل على الإعدادات بتاعتي. أغلبها بتبقى في كونه يتمعنش. بزبط الـ object style. بزبط الـ snaps. بزبط الـ project information. يعني بحط الإعداد بتاعتي مزبوطة. الـ unit مزبوط. كل الإعداد اللي أنا ممكن أحتاجها قبل أزبطها. أغلب الإعداد دي بتبقى في addition setting. الخاصة مثلا بشكل section. نحن مرة فقط لما جاءنا ناسم section. لأنه يعني. مقرد خط هنا ممكن تختار بقى حاجة. شكل section. وتعلم من فوق هنا. هتلاقي عامة section. أو هتلاقي من view. هتقول له هو section. شايف هذا section. تقدر تسحب هنا. وتقدر تقسم الـ section بتاعك. بالشكل دوت. تقوم بتقسمه. حيث انه مثلا يتفادع بايا بيتفادش باياك مثلا. وبعدك هتيجي التاني من هنا تقول له go to view. فتبدأ تشوف الشغل هيبدأ يظهر لك ازاي. انا لو عدلت اي تعديل هنا. اتعدل automatic. في قلب البلان. فده يوفر الوقت كتير او ان انا ابدأ افحص زيكات الحالية اتعدلت ولا لا. طيب. دي بالنسبة دي section. خلينا نشوف ازاي نعمل. يبقى لازم تلغي كل الشغل بتاعك. فلازم اجي هنا. وروح عمل سلكتك كده على كل الشغل. انا عمل سلكتك على كله. او ادخل على الفلطر. انا عايز الغي كله مسلا. مثلا. مثلا ما عادة. اللي كلهم عايز الغيب. دور عايز الغيب. دكتر عايز الغيب. اللي هو عايز الغيب. اللي بس هو اللي انا مش عايز الغيب. تمام؟ اوكي. وكل دول تدوس delete. اه. تمام؟ بيقولني خلي بقى لك. بعد ما لغيته خلاص ده كده ينفع يتعمل تمبلات. ممكن تكون انت زودت سكادولات زودت لجاند زودت الحاجات دي. كل انت تعملها تقول له فايل. تمبلات. تمبلات. البروجيكت امتداده r v t. كلمة ريفت وشغل بينه حرف i وحرف e وال i. تمام؟ في البرمجة كده. الحروف المتحركة بنشغلها. وبنسيب الحروف السبتة. تمبلات. r t e. نفس الفكرة. تمبلات. r t e. تمبلات. تمبلات. تمبلات تعملات. تمبلات. هميه ؟ نزيد th اختار تمبلات و Controls وتدور على زودت كده تمام طيب لو انا دلوقتي اهو انا في لفل وان وعندي حيات كتير ظهر هاي عندك تقدر تتنقل بشكل دوت. تقدر تدوس هنا قائمة دي سويتش وتقدر تختار اني فلور المتاعي سيباك موجود فيه. طيب ممكن تقول له بقى لا ده انا عايز كولوز ان اكتف بيو يعني افلي كل الفيوهات اللي همش في دا حد الوقتي. الوص كلهم متقفلوا معده دوت. ده بيفيدني في ايه? بيفيدني ان الزاكرة تكون خفيفة. لما تكون فتحة كتير جدا كلهم موجودين في الزاكرة فده بيتقل الشور بتاعك. طيب في حد بيسأل على جدوى الحصر هنقول ان شاء الله جدوى الحصر. لو في ايه حاجة قلت هقولها وموالتهاش لسه. الناس تفكر ان شاء الله. طيب. في ليفل وان هوت. تعالي نبص كده على العلمادية واقول له ايه? جوتو الفشن فيه. اهو. طيب انا عندي هنا ليفل وان عندي ليفل تو. لو جدت تعمل من هنا هنا. طيب. لو انا عايز اضيف ليفل كمان. خلاص هروح لي وقل له ليفل. وقل له مثلا عندي ليفل هوت. من هنا هنا. تمام? عمل لي ليفل. هو هو بيعمل ليفل. بيعمل لك الفيو بتاع ليفل سري هوت. في الاركتكتشور وفي الاستراكشور وفي السيلي. طيب قلنا نعمل واحد تاني. ليفل. وهدفل هنا في طيب. 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 بيقول انت عايز تعمل ايه? السيلينج وفلور وستراكشور? ولا استراكشور وفلور? يعني ممكن تشيل دي. يعملك فلور وستراكشور ومعملكش السيلينج. طيب اوكي. طيب هاجي هنا. تمام? ايه. بشكل دهو. تقدر تعدل? اه تقدر تيجي هنا في الرقم دوت وتخلي مثلا عشرة الاف. مجرد عدالة الرقم هو اوتوماتيك بيطلع لفوق. تعم? وتقدر تسحبه زي ما انت عايز. ده بالنسبة للليفلات. لو انت متتكلم على موضوع الجريد. انا هاجي هنا جريد. تقدر ترسم الجريد اهو. تقدر ترسم الجريد اهو. لما تجي ترسم واحد تاني هو اوتوماتيك فيها من ده رقم واحد يبقى رقم اثنين. طيب لو انا قلت له لا. ده ايه? طيب لما اجي ارسم جريد كمان. اه خلي ده بي. اوتوماتيك بيفهم ايه الحاجة اللي بعد كده. طيب خلي بالك هنا اليفل بزوار ما نفعش ارسم ليه. ليه? لان انا هرسم اليفل ازاي كنت انا اصلا في اليفل. تمام طيب لو انا دخلت هيقول لك اه انت في حاجات هتلاقي بدأت تبقى باهتم معي لان انت ما تنفعش تستمع على الاليفيشن. لما ما في حاجات تتلاقي شغال معي. هو اوتوماتيك بيفهم الفيول اللي انت فيه ايه الحاجات اللي انت انفعت تتلسم فيها? وايه الحاجات اللي ما انفعش انها بتلسم فيها? تمام طيب. بالنسبة لي السلالة. كل حاجة انا بقولها بمحتاج شرحة مسلا ساعة اوتاع بس انا بقى فتح لكم اللي بواب. ده وتشتغل اللي بواب والشبابيك بتاعت المبنى. تداروا تدخلوا منها وتداروا تبصوا عليها. وبعد كده انا ابدأ نشوف التفصيل. الليستير. الليستير يعني قوي جدا وموزل جدا. بس محتاج صبر شوية. لان كل شوية تحتاج ان انت تتعدل حاجات. بذلك لو انت عايز تترسم حاجة دقيقة مش مجرد بترسم حاجة ايه? تدريب يعني. طيب. انا ده وقت مسلا عايز ارسم سلم. فابدأ ارسم هوت. انا عندي كم درجة مفروض تترسم. بيقول لي بقى انت عايز ترسم من لفل كم لفل كم? من لفل ارسم مثلا النص كده. وبعد كده هاجي. انا كده رسمت من اول هنا الهنا. وبعد كده هاجي بقى اجمع بيها. وقال له مسلا نرسم لي تكملة للسلم. فكده انا رسمت السلم ده الحق من لفل واحد لليفل ايه تو. تمام? طيب ممكن تقول له اوكي. ونرسم سلم تاني. ممكن تقول له مسلا عايز ارسم سلم دقل. تدريك البداية بتاحتك. وتبدأ تقول له مسلا عايز ارسمت حد هنا. فهرسم لك سلم دقل. دعنا نشوفهم بقى سري دي. دين السلمين اللي احنا رسمناهم. اهم. تمام? اهم بس ايه موجودين في قلب الشكل فبش بيش ظهرين. طيب انا ممكن اعلم مسلا على الاشكال ديت وقول له مسلا هايت. اخفيل لي الحاجات ديت. اخفيل لي الليبل دوت. تلاحظ اتلاقي درجة كبيرة جدا من التفاصيل اترسمت. وكل واحدة من دول تقدر تدخل وتتعدل فيها. يعني شكل السلم مسلا لو مش عاجبك بالشكل دوت. وعايز اكون مقفولة تقدر تعملها. الريلينج دوت تقدر تدخل جواه وتتعدل فيه المسافات اللي بينهم والحكم بتاحهم وشكلهم. وده عايز شكل مزهب زي ما انت عايز. برضو السلم تدخل هنا وتخش في الخاصات بتاعته وتعدل فيه زي ما انت عايز. تمام؟ ففيه نوع كتير جدا من التسقيق. يعني انا شرحنا ده سلم ده مسلا تقريبا في 20 فيديو. على اساس ان كل حاجة بيبقاليها الحاجة بتاعك. تمام؟ وفيه حاجة اسمه select level. يعني ممكن نديله مسلا قديله السلم وقل له كرر لي مسلا السلم ده عشر مرات مسلا. عايز بسلا select level. وتبدأ تختار اللي بلات اللي انت عايزها. حيس ان هو يكرر السلم دوت. تمام؟ يبدأ يكرر لك السلم حتى لو المسافات بينهم مش قد بعض. يعني هنا 4 متر هنا 7 متر هنا هو بقى بيبدأ يزبط لك المسافات ويبدأ يرسم لك السلم. طيب ملحوظة. في حد بيسأل فيه مشكلة حل مشكلة الدربزين مش بيبقى بزبط على سلم. اه 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 ليه يحللو كثيرة جدا. ممكن اعمل select هوت. بقول له beat new boss و beat new host وابدأ اعدل فيه. ممكن اخش اعمل edit boss وابدأ ادخل جوه وبرا وابدأ اتحكم فيه وعدل فيه زي ما انا عايز. ممكن ارسم سلم والغ الريلنج دوت وارسم واحد جديد. ما فيهش اي مشكلة خالص. تمام؟ طيب. اه فيه نقطة برضو عايزين نقول عليها. في موضوع ان احنا نشغل كلنا مع بعض. لو احنا كزا واحدة نشغل مع بعض نفس الملف. لازم كلنا نكون شغلين بنفس النسخة. يعني اه هو الفرق بينه بين الفين ساعتاشر وعشرين وكده. فرق بسيطة. بس الشغل نفسه لازم كلنا نكون شغلين بنفس النسخة. انه لو احنا اقولنا مثلا نشتغل على نسخة ساعتاشر. الفين ساعتاشر. لو واحد جيه يشتغل على الفين وعشرين اول ما بيشتغل الموديل بتعمله اه 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 اف جريد اوتوماتيك لالفين وعشرين. فاحنا كلنا من داعش نشغل عليكم. لازم نسطب الفين وعشرين. فالافضل ان كلنا نكون شغلين عشرين ساعتاشر. تمام? عشان ما احصلش بشكل. كلنا نتفق. هنشغل المشروع ده عشرين ساعتاشر. هنشغل مشروع ده عشرين وعشرين. وهكذا. تمام? اه طيب لو احنا مسلا عايزين نشغل حتها كده امي بي. فانت الامي بي طبعا بحر بسع. انا كنا عملنا فيه ست فيديوهات كان مع ملتقد دارين. هتلاقي برضو على القناة. بتدار تشوفها واي حتى عنده اسئلة حاجة تطبقها ما يكفيش. يكلمنا وان شاء الله نحاول نشوفها مع بعض. طيب. ممكن اقول له مسلا عايز نيو بروجيكت. تمام? واقول له مسلا عايز الميكانيكال تنبليت. اوكي. طيب الميكانيكال تنبليت. طبعا هنشغل سيستم. ممكن تقول له مسلا عايز ارسم دقت. هنبدأ يرسم لك الدقت بالشكل دوت. تبدأ ترسم. لو انت بتشغل بتنبليت هتلاقي كعمبش مزبوطة. اه. دي وانت سيف. بيقول لي في مشكلة في الملفة فهيضر. طيب. مسلا بصي بقى من دي من المزايا الحلوة او في البم. لو انا قلت له عايز ميكانيكال تنبليت. واخترت اي مكناة موجودة. مسلا المكناة ديت وبدأت وحطيتها بشكل دوت. اي 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 المكناة دي عشان تشتغل في الموقع صح. هيكون متوصلها مسلا ببيب بالشكل دوت. وكون متوصلها بالكهرباء بالشكل دوت. وكون متوصلها من هنا. وتكون متوصلها من هنا. لو انا في اي لحظة ان يسيت حاجة. هيبدأ ينبهني ان الحاجة دي متوصلتش. طيب. خلينا نوصل كده. اقول له. درو بايب. بيقول لي الحتة دي فيها. اثنين كونكت. واحد امبوت واحد اوضوت. ده بنين ده من المصنع. المصنع نفسه بحاطة هو العمل الفاملي. وقالي اخوانا الفاملي بشكل دوت. طيب هو رسم حاجة دي. فممكن اقول له انا عايز من هنا. طين. بيبدأ اسمها لسري دين. طيب الخطوط طييلة ممكن تيجي هنا على سين لاين. وتخليها بشكل دوت. فتبدأ تظهر معك الحاجة بشكل دوت. طيب. انا عام سيليكتي هنا. واقول له مسلا انا عايز درو بايب. تبدأ تكمل الشغل بتاعك عادي. وتلاقي عندك حاجات خاصة بالسلوب. يعني هو عايز تعمل تقول له السلوب داون وتختار الاسلوب بتاعك وتبدأ تمشي بالحاجة بتاعتك بالسلوب اللي انت عايز Moltis. طيب. ممكن تيجي هنا وتقول له مسلا انا عايز ارسم مثلا دقت. هتقول له درو ضغط وتبدأ ترسم الضغط بتاعك اللي انت عايزه. طيب انا الا دقت ازاي حاسناه كبير. ممكن تقول له ايه صغرهولي مسلا. بيبدأ كبير ويبدأ استمولك زي ما تنفس في المصمعة. تمام? اه. في بدأ يهنك. ممكن تيجي هنا تقول له انا عايزة غير الباس. طبعا فيه الريديوسر المفروض هيتركب هنا. دعم هو ريفيت شكله زي. من اول مشكلة في الريفيت ان انت بتدرش سايف على الزرق ديب. طيب حد عنده اي سؤال حد هنا او حد عايزنا انكلم في اي نقطة او حد عنده استفسارات في اي حاجة. حد عنده اي اسئلة في اي حاجة? المايك معاكو لو حد عنده اسئلة. اه اه بش انت مساء السؤال انا نسيت السؤال دوي. في طريقة لتكرار نفس البلاطة على كذا دور من انا نرسمها كل شوية. طيب خلينا في الاول نجاب على السؤال دوت. من خلال ان انا هزهر بس البروجيكت براوزر هوت. وخليني اجي هنا في الانيفيشن. وخليني ابدأ ارسم مسلا كذا ونبدأ نشوف ازاي نقرر الحاجة بدل من كل شوية نعملها. اه خلي بلك انا بارسم بخليه في نفس الخطيزة الخط كده من اقط من هنا الهين. تمام? اه تحليل النظام الانشائي ما تعتمدش على الريفت او الادوات اللي موجودة في الريفت حاولت تدخلوا على برنامج استاب. بس بدل ما كنت بتدخل على برنامج استاب تبدأ ترشم كل الحجم الاول لأ هتلاقي انت بتاخد الموديل تدخلوا ويشغل معك على طول. تمام? طيب. طيب. دلوقتي مسلا انا رسمت بلاطة هنا في ليفل وان. تمام? رسمت بلاطة رسمت بلاطة رسمت. الولة هوت تمام? كده انا رسمت حيطة مش بلاطة. طيب هرسم بالفلور اهو. وقالت له انا عايز ارسم الفلور بالشكل دوت. طيب بدل ما ارسمه من الاربعة واحدة واحدة. ممكن اقرب بس كده وراح اقل له تاب يبدأ يرسم لي الخطوط بالشكل دوت. ولو دوست عسامين دول هيبدأ ارسمان لك من جوة او من بره حسب ما انت عايز. تمام? ده صحة وده صحة بس بتبقى قويات وقويات. طيب ممكن تعمل select بقى على كل دول. الكل دور مجدد في ليفل وان. هقول له copy. هقول له copy. وبعد كده من paste هقول له ايه? align to select level. هبدأ اقدله اللي هيخد المبنى ده يحطه فيه. انا كده رسمت في ليفل وان. بقول له اخد الحاجة من ليفل وان لليفل تو وثري وفور وفايف. اوكي? وادخل بقى في 3D. هيبدأ يزرهم لي بالشكل دوت. تمام? اه كان في حاجة معينة. خلينا نعمل select ونقول له filter. انا عايز الول بس. وقول له انا عايز الول اه اربعة متر. اه بالشكل دوت. كده كل حاجة اه مزبوطة. تمام? طيب انا عايز اعمل سقف مسلا دوت. فبروح اقول له انا عايز اعمل روس. اه. وقول له انا عايز اف اخر ليفل. وتبدأ بقى ايه? تختار. تدوس tab. ايه ده اختار واملك انا عايزين اه. اهي اهي اهي. تمام? العلامة دي معناها slow. فانتا ممكن قبل ما ترسمه تقول له انا مش عايز slow. تمام? احنا مش عاملين ليفل للروف. خلينا نعمل واحد للروف كده. طيب خلينا نخش بقى ايه? تقدر ترسم الحاجة في اي ليفل يعني ممكن تدخل في ليفل وانه ترسمه في الروف عادي. من خلال لنا لما بقول له الروف. بختار هنا اللي انا عايز ارسم عليه. وقول له ايه. هقول له هنا انا مش عايز يكون في define slow. يعني بيطلع بره الحيطة او بره الحاجة اللي انا هرسمها. هقول له مسلا اطلعلي بمسافة مسلا خمسينة. تمام? وبعد كده هقول له ايه? اسئلكت اهو. وبعد كده هختار ديارش ان تبقى بره. وقول له اوكيد. بيقول لي حاجة اسمها التاشي. يعني ايه? يعني الحيطة اللي تحت السقف تفضل تكمل حد ما توصل للسقف. هقول له اس. تمام? اهو. السقف هو ترسم. وطلع بره سنة صغيرة. لو حد تركز هنا هتلاقي ايه? تلع بره سنة صغيرة. تمام? طيب الشكل السري دي دوت. ممكن ايجا اقول له انا عايز سكشن بوكس. يعني سكشن بوكس. مربع كده. تقدر تقول له مسلا كده. فاي حاجة بترسمها بتظهر معاك تقدر تاخد سكشن على طول. تمام? وتقدر يعني اهي. ده لو انت عندك اي مبنى تقدر شوف السري دي بالشكل دوت. طبعا تقدر ترسم. بقول لست. تكشور. تتركشور. تدار تقدر تسم سويب. سويب دي يعني زي الوزراء اللي احنا بنرسمها في البيت بالشكل دوت. تمام? وتقدر تعمل فتح في قلب الحيطة. بالشكل دوت. كان في حد اوطع بو الحيطة. تقدر تختار. لو الهندريل البلاع سلم في نصه لتحت فوق المباني ونصف. بنقدر ندخل في الهندريل ونخصص الهندريل نفسها. الهندريل تقدر تختار دي مثلا بخارصانة او كده. تمام? او ممكن ترسم مثلا لو في جوز خارصانة ممكن ترسمه مثلا على ان هو اول وتخليه ايه كامل. تمام? ففي امكانات حلوة للموضوع دوت. لو حد بقى عايز يعمل او او في حد كان سهل سؤال الحصر. خلينا نتكلم عن الحصر وبعد كان نشوف الاسئلة ان شاء الله. طيب انا دوت رسمت الشغل بتاعي واقول له انا عايز اعمل الحصر. فقول له اسكادول واقول له انا عايز اعمل نيو اسكادول. طيب انا عايز احصر ايه? انا عايز احصر الحوايط. فاختر الول. هيطلع الول اسكادول. والفيسيز? انت تختار الفيسيز. فاللي بقيك لو اخترت فيسها غلط فهو بيعصورنك الفيس اللي انت اخترتها. فهمو هتلاقي الرقم بالسفر. لين انت الفيسيز اللي انتن اخترته بشية دي انت عايزة. هقول له وال وواقول له اوكي. وابدأ اختار ايه الحاجة الان عايز احصرها? مسلا الواتس. مسلا الهواي. الاا كست مسلا الكاونت. وهكا او ماس لتي بتاع الحيطة. وض Strava بدأ يعمل الحصر. الحصر ده في مشكلة او في مشكلة. مشكلة ايه? ان هو حصر كل واحدة في سطر واحدة. تمام? خلينا نختار الحطة دي مسلا نغير نوحها. والحطة دي نغير نوحها. الحوايت اللي زي واحد كلهم جنب بعض. يعني هنا ده الحطة رقم واحد كزا. الحطة رقم واحد كزا. طب انا عايز اشتري. مش عارف المعلومة. مش عارف مجموحهم. فانا ممكن ايجي هنا في edit. ونبص هنا. هنا دي الحاجات اللي هتزهر معك في الحصر. هنا فيلتر. ممكن انت عايز تسسنا حاجة. تقول له نعايز احصر كله مع هذا كزا. هتقول له مسلا نعايز احصر كل الاطولهم اطول من كزا. او كل تكلفتهم موجودة. طيب. يتميز يعني خلي كل واحدة في سطر واحدة. انا هشل ديت. واقول له اعملهم اللي بتطيب. تمام? يبا كده اعمل ايه بص اوكي? جاب للتلات انواع وكل نوع. عددهم كام? والخصائص بتاعتهم كام? فدي ده اللي انا محتاجه. طيب ممكن ناجي هنا. بصير روتينج عند جروبين. وقول له فورمات. وقول له مسلا اللينس. ممكن تجمعه مسلا. يعني كده حاجات. فالكوست مسلا اقول له وجدلت مجموعة كوست ديه. تمام? ممكن تجي هنا تقول له انا عايزك تعمل لي ايه? في الفتحته خلص. اجمع لي مسلا معلومة معينة. هنا تفرماتينج ممكن تفصل مسلا التكون. مثلا التكون. ممكن تقول له اجمع لي الكوست. او الدين الماكسيموم. وهكذا. تمام? الابرانس ده الشكل بتغير بقى ايه? الفونت بتغير الشكل بتغير الخطوط وهكذا. تمام? بس دي نبزة سريعة. الناس بس يتفتح موضوع الرفت معاهم. ولو في اي حد عند ايه مشكلة يكلمنا ونتعاون مع بعض فيها يعني على الجروب حتى ممكن نسأل بعض. واحاول تساعد غيرك ان لو عند ايه سأل تجاوبه ده هيتطي الخبرة ويخليك معنوات كويسة ان شاء الله. هل في اي حد عنده اي اسئلة او اي استفسارات او اي اعتراضات? الو? معنى هتمنى حد يسال بالعديد ازنكم. حد يكون شغل في حاجة او مشتغلش هو عايز يسال في حاجة حاجة مش واضحة. حد عايز يتقنب مسلا بين البرامج اي حاجة مشكلة احتمركم معكم. طيب كان في حد بعتلي سؤال على المحاضرة اللي فاتت. شجر اسمه ايه? في موضوع ايه? موضوع البرمجة. قال لي انت قلت ان احنا مفروض نتعلم لغة برمجة. انت ممكن بش دلوقتي يعني اللي عايز تعلم لغة برمجة دلوقتي سداني لغة برمجة بتفري معي. مش بقولك ان الناس كلها تشغل مبرمجين. بس انت في مجالك لو انت تفهم برمجة. هتلاقي حاجة مش موجودة في البرنامج انت ممكن تخش تبرمجها. تمام? يعني انا مسلا وانا شغل في البرنامج مسلا. اتقل لي لأ ما فيش حاس ما لغة 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 لغة. ولما كن مشروع كبير مثلا فيه 500 لوحة بتاع دا بيغفر معي موقع تحتل جدا. ودا حصل معي في شغل التل جدا. في بعضهم كانت بالوتكاد ودخلت برمجة له حاجات معينة كانت تعديل واحدات كياس من واحدة كياس معينة ال واحدة كياس معينة فعملت له لسم دخل الزبطة كلها بشغل اللي كان اياخد اسبوع ماخدش مني نص ساعة. تمام? طيب بالنسبة للمواعيد ايه؟ الناس ليسا بدأتش والناس كثيرا مختلفة الكورس الفيديوهات كلها مسجلة احنا منشوف ايه الحاجات اللي بيش موجود لها فيديوهات وبنحاول انها هكتفل مع الناس انها تشرحها زي مثلا في التصالات كان في حاجات مثلا نقصة في الزجاء السماعي في هكذا في هكذا فاتفقنا مع كذا حد مفقرة يعني زي ما انتصفها عماد بدأ معنا ان هو يشرح حاجات اللي موجودة انما الفيديوهات اللي موجودة خلاص تمام؟ تمام؟ طيب ان شاء الله طيب فيه سؤال بس اقراءه جميل جدا لما نلاقي الناس عندها مشكلة هنقول لكم خلنا عايزين نعمل محاضرة لحل الحاجات ديات لو فيه حاجة بشوضحة هنبدأ ننحلها مع ميزة الفيديوهات مسجلة احنا بنحاول ان احنا نوجد الحاجة اللي بش موجودة تمام؟ بنتحاول ان احنا نتعاون مع بعض ونحاول ان احنا ان شاء الله نصل للمساقه كويس الناس تبدأ تطبق واجههم مشاكل اي مشروع عندك كاد ابدأ تطبق اما عندكش مشروع كاد خد من اي مشروع كاد وابدأ اشغل فيه براحتك مع الناس زميلك وابدأ اخد خبرة حاول تستغل الفرصة قبل التخرج ان انت باشتغلت حاجة كويسة بحيث ان انت تحطوها في السبي تمام؟ هل البرامج المختصة بالبرمجة متشابها في طريق الاتسخدام؟ انا عرفت برنامج واحد هل اقدر اشتغل اي برنامج تاني متصب البرمجة؟ احنا نتكلم على لغات البرمجة لغات البرمجة الافضل حاجة بالنسبة لنا سي شارب او بايسون والاتنين لو انت تعلمت اي لغة برمجة خلاص تفهمت اللي هو واحد فتقدر تشغل اي حاجة تانية يعني خلاص لو انت حفزت لغة سي شارب وروحت الجافة في واحد دي حاجة حقية واحد كان طول حياته وبشتغل بلغة برمجة معينة وراح امتحها في تقريبا في فيسبوك او لا في جوجل وقالوا له لا احنا بنشغل بلغة برمجة تانية فقالوا انت بتدينه يوم واحد ففي اليوم ده قاعد يقرأ اللغة ويفهم الفرق من دي ودي وراح امتحها في اللغة التانية متعين فالاو انت فهمت لغة برمجة كويس من الاساسات بش مجرد ان انت حفزت اونر تنفذ هتقدر ان انت هتخلصها وتقدر تشغل علىها كويس الاغلب البرامي بالشغل على وندس بتتبرمج بسي شغل انت بشتبرمج الريفت من اول الاخر ولا انت ممكن تزود ضرور واحد يوفر لك وقت يعني مثلا ايه انت لما تجد تعمل اكسبورت للسكادول بيخليك تتصدر واحد واحد وتصدره الملف في تيكش تي وبعد كانت حوالي لكسل فده بيخد اقتل قوي فانت ممكن تبرمج حاجة صغيرة بدا تصدر لك كل مرة واحدة ببرمج بزرر واحد ممكن مثلا ايه اتعلن نعمل ادراج للكولوم هو بيعمل الكولوم من نصر طب انا عايزه من الجنب عايزه من هنا عايزه من تقدر تقول له لا ده انا عايزه من المكان الفلاني فهو يبلغ يجيب لك الحاجة اللي انت عايز تعملها هنا هيفكته تحت في الضر اللي تحت فبش يزهر معك فقول له هاي عشان ابدأ يزهر معك فلو انت اتقانت لغة برمجة ممتازة هتقدر تتعرف كل لغات البرمجة التانية بكل سهولة تمام؟ لو عندك اطفال خلوهم يتعلموا لغة اسمها سكراتش لغة سكراتش دي لغة كواس جدا لأطفال بيفمينها الفكرة لو انت عايز تبتدي في البرمجة ابتدي بالبيسون او سي شارب الاثنين كواسين جدا ولو تعلمت لغة هتلاقي سهل جدا تعلم تاني الانسب لشغلنا سي شارب لو انت كواس في الريفت وعايز تتعلم برمجة بس تكون كواس جدا في الريفت خش في منمانج هتلاقي حاجة اسمها الدينامو والشرح بكتير في البرمجة فهتلاقي الدينامو ده قوي جدا وبيسهل عليك شغل جدا فالدينامو ده ما بتكتبش اكواد انت بتوصل حاجات ببعض عشان يبرمغلك حاجة لانت عايزة تمام؟ يعني احنا بش بنكتب في اكواد احنا مجرد بس بنوصل حاجات ببعض يعني مثلا اعمل واحدة هنا بياخد اسم الروم بيحولها لنفس اسم السويس تمام؟ عشان توفر معي وقت هل في اي اسئلة تانية؟ لو مفيش اي اسئلة تانية اذا كنا خيرا نختم ان شاء الله انا متزر لو في اي سؤال اقدر اجاب عليه اسم ان شاء الله طيب بالنسبة ان الريفت الريفت بتاعه يقدر يطلع الريفت بتاعه يقدر يطلع شغل زي الماكس هو بيطلع قريب من الماكس نقدر ان اقول ايه؟ 95% من شغل الماكس لو انت باعث 100% اروح للماكس انا شخصيا بستخدم الريفت و بستخدم توين موشن توين موشن ممتاز جدا بس بيعمل شغل كباس اوي بعمل فيديو بعمل صور بعمل كل حاجة بس اقدر انا عايز رندر درجة هيلة هاسب عليها و هاسب كده فالافضل ان انا اروح ادي العيش لخبازه و اروح للماكس الريفت في الماكس ما معيش عليها الريفت هي نفس الشركة اللي عملة للريفت و اللي عملة للماكس و اللي عملة للسكتش أب و عملة الرينو و عملة حاجة كتير قوي بس هو في الماكس خرافة انا ما عرفش ماكس بس اعرف اخذ الشغل من الريفت او دينك اعمل الريفت بتاعه طيب في اي اسئلة لو في اي حد عنده اي اسئال يقدر يبعتلي احنا في الجروب موجود ياريت يعني الاسئلة تكون على الجروب افضل عن اساس ايه ان ممكن حد يكون يقدر يجاو السؤال اللي يجاوه فياريت تبقى على الجروب افضل ان شاء الله و في محاضرة النهاردة عن البروجيكت منجمينت بروفيشنال ياريت الناس تحضرها شابت البيم بي عشان تاخدها لازم تكون خبرة اعتقد خمس سنين بس ان انت تفهم فكرة الادارة المشاريع و تديرها في حياتك اصلا هتسهلك كتير قوي الحاجة اللي هتاخد منها جوة كبيرة ممكن لو انت عرشت تديرها تقدر تخلصها بشكل كوي انا شخصيا بنتبق في حياتنا الشخصية و في البيم ارابيا طريقة اللين منجمينت تتوفر معنا وقت كتير قوي واتسهل الشغل بتاعتك انا شكر لكم جدا ولو اي حد عند سؤال انا جاهز لو ماكيش خلاص نوقف التسجيل